تطبع الظروف الاستثنائية في المنطقة ولسي محرب غزة أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في البحرين ظروف تتحتم مواجهتها بتوصل القمة إلى قرارات تسهم في تعزيز التضامن العربي هذا ما يؤكده المسؤولون في البحرين التي تستضيف القمة للمرة الأولى في تاريخ القمم العربية العادية والطارئة هذا الحدث المهم هو القمة العربية يعني يأتي من منطلق دور مملكة البحرين الحيوي في البطن العربي واعتبارها منصة لتوحيد الرؤى بإذن الله بشأن القضايا العربية ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة هو الملف الأكثر إلحاحا على أجندة اجتماعات القمة ستحضر في هذا المجال خطة استجابة طارئة بتأكيد الواقف الفوري ليطلق النار في غزة هو المطلب الأول من قبل كافة الدول العربية والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي هذا هو المطلب الأول والبند الأول بالتأكيد الجانب الثاني الأمن الغليمي التكامل الاقتصادي ربما هيكلت الجامعة العربية هذا كذلك يكون مهم لتتناسب هذه الهيكلة وطموحات الدول العربية أكثر من مئتي أعلامي من مختلف الأقطار العربية يواكبون أعمال القمة في مركز أعلامي سيواكب فعالياتها التي تنعقد في مكان آخر في قصر السخير وهو أحد أهم القصور الملكية في مملكة البحرين وملتقى الزائرين الكبار للمملكة قمة عادية في ظروف غير عادية قمة المنامة 20-24 تنعقد في الموعد السنوي المعروف ولكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تضع القمة أمام تحدي اتخاذ قرارات غير عادية كلودي أبي حنى قناة الغد من المركز الأعلامي للقمة العربية البحرين